الحلقة الأولى من نظريات المتابعين عن مسلسل فرام بأيان الحلقة السابعة والثامنة والتاسعة والعشرة يعني أربع حلقات خلال هاي الحلقات راح يكون فيها عنا حلقات إضافية إسبوعية تقريبا بمتصف الإسبوع من خلالها نتكلم عن النظريات الموجودة عندكم تحت بالكوميتات أو بحسابي الإنستغرام طبعا إذا بدك تسأل إنه من وين طلعت هاي النظرية ما طلعت فجأة لأنه أنا بالفيديو الماضي اللي انتشر هداك الإسبوع حكيت بنهاية الفيديو أنه راح يكون فيها عنا هاي الحلقة فإذا أنت معا بتتابع الفيديوهات الآخر هاي باي مشكلتي الآن أبل ما نبدأ بصراحة فيه كتير من الأشخاص اللي بعثتلي سواء بالإنستغرام سواء بكومنتات الحلقة السابقة فبالتالي اخترت أفضل النظريات بالإضافة أنه في بعض الأشخاص اللي كانت نظرياتهم مكررة فاخترت واحدة منهم راح أعرضها فقط لا غير وبطلب أيضا منكم وقت بتكون تبعتولي النظرية حاولوا تكون كاملة متكاملة من ناحية الأدلة من ناحية المشاهد من الحلقات أنه صار هيك لأنه صار هيك أو أنا بتوقع هيك ونظريتي بناء على واحد اثنين ثلاثة فلحتى تكون شيء قادر على أني أنا أعطيكم ياه على شكل نظري فالآن نبدأ في بعض النظريات اللي اجتني على الإنستغرام ونبدأ مع زياد زياد قال السلام عليكم عندي نظرية جبارة عن فرام وليه هي أن القرية كلها عبارة عن لوب أو هي في لوب وأنه في كل مرة بيجي حدا مثل تابيثة وميراندا هدفه أنه يحرر الأطفال والدليل أنه هو لوب أو دليل أنه لوب وهو التواريخ اللي على السلام فيه حلم تابيثة والفترة بين كل تاريخ هي فترة دخول أول واحد لنهاية موت آخر واحد عشان كذا المرة هاي مستمرة من 1978 لأنه فيكتور ما مات وكان هدف القرية لما أتلت الكل أنها تقتل فيكتور لأنه أتوقع حدث خلل في النظام بسبب فيكتور سمع جاسبر بس عشان أم فيكتور خبته ما أدرت الوحوش أنه توصل له والناس اللي ماتوا من كل لوب بيتحولوا الوحوش لللوب اللي بعده وبس طبعا هذا الكلام بالضبط اللي أنا نشرته في الحلقة السابقة داك الأسبوع شوفه في أحد الفيديوهات حكيت عن هذا الموضوع بالضبط شرحته بشكل كامل الآن نروح لعلي رضا اللي عبيقول النظرية هي لما بويد دخل للشجرة وراح للبرج ودخل على جسمه الدود لما كان رايح على المدينة أو القرية الوحوش شافت بويد وراحت من جنبه وما عملت له شي يعني هو هل الدود اللي بجسم بويد ما بيخلي الوحوش تهاجمه يعني الدود هو مضاد للوحوش ولا عشان بويد كان مش شايف الوحش أصلا الوحوش ما قدرت أنه يتهجم عليه عشان ما كان بيشوفهم وورجع للنظرية الأولى أي نظرية أولى برجع بيقول أنه كمان شغلة أنه الطريقة الوحيدة لأنه يطلعوا من القرية هي بالليل عشان هيك الوحوش بتطلع بالليل عشان تمنع أي شخص يحاول يطلع يمكن التعويذة تبع المدينة اللي تخليهم يضلوا يلفوا وما في مخرج بتوح بالليل عشان هيك انحلت الشغلة بطريقة مو موجود الوحوش ليلا النظرية بيختصار الشريط اللي هو عب يحكي فيها أنه أنت الطريقة لخروج الشخصيات من المدينة هي بالليل وبالمناسب هذا الموضوع شفته أكتر من مرة يعني كتير من الأشخاص اللي سمعت عب تقول أو شفت عب تقول كيت بيب الكوميتات أنه طريقة الخروج من القرية هي أنه أنك أنت تطلع بالليل شكل جدا طبيعي تطلع بالطريقة وتطلع بالليل فعشان هيك الوحوش تطلع وعشان هيك سكان القرية ما بيسترجوا أن هون يطلعوا لأنه ما يفكروا في الموضوع وما خطر عباله أنه هل نحن إذا طلعنا بالليل ممكن نطلع برد القرية ما خطر عبالهم أنهم فقط ظننا منه أن الوحوش تطلع علينا وهذا الشيء اللي بدعم واحد من النقاط اللي أيضا تعتبر جدا مهمة في مراجعة الحلقة السابقة أو اللي قبلها ما أتذكر بالضبط حكينا أنه الوحوش أتذكرت ذكرت في مراجعة الحلقة الثانية حكينا أنه بويد واللي كان في عنده خطة بأنه هو ياخد أحد الوحوش ويحبسه بالبيت ومن بعده يحاولوا يغضوا منه كلام يحاولوا يجروا أبحاث عليه وإلى آخره حكينا في هذه المراجعة طب ليش الوحوش ما بتطلع صباحا هل إذا بويد حبسوا في البيت وإجدوا الشمس على الوحش هل رح يموت ولا رح يضل عايش ما كان في عنا سبب أو ما كان في عنا جواب على هذا الموضوع فالآن ممكن لا ما يصلوا شيء عادي الوحوش تقدر منه يتطلع الصباح بس ما في سبب أو ما في هدف لخروجها صباحا على حسب النظرية اللي هو عاب بحكيها أنه الآن أنت رح تتطلع من القرية الطريقة الوحيدة أنك تطلع بالليل فعشان هيك الوحوش تطلع بالليل الصباح ما بتتطلع من القرية فبالتالي الوحوش ما بتطلع الصباح وأنا هون ملي مع هاي النظرية كتير ليش؟ لأن الآخر أنت اليوم بناء على الفكرة اللي ذكرناها في النظرية الأولى أنه الموضوع يبدأ بفترات زمنية بيبدأ للسنة الفلانية لحتى يموتوا كل الشخصيات وأيضا واحدة من النقاط اللي تعتبر جدا مهمة أنه غاسبر أو أي كان الشخص المتحكم في القرية ما قدر أنه هو يقتل فيكتور وهذا الشيء نحن تأكديم منه يعني هاي بغنظ أنه هي نظرية هذا الشيء نحكى في الحلقات أنه البوي اللي كان من المفترض أنه يموت هو فيكتور وليس إيثن فبالتالي فيكتور الضال عايش فاللوب اللي هو موجود الآن في القرية ينتهي مع موت فيكتور ولكن بسبب أنه فيكتور مخبته بالوقت الحالي ما أدرت القرية أو ما أدرت لوحوش أو إلى آخره أنه هي تنهي هذا اللوب ولكن على الفرضية اللي الآن علي رضع بحكية أنه طيب ما هو البحوش بيطلعوا بالليل لأنه الطريقة للخروج من القرية بالليل طب أنت فكر في الموضوع من قبل عشرين إلى ثلاثين سنة وقت كان فيكتور لحاله في القرية كان يطلع الصبح ما هو لو أنت بدك تنهي هذا اللوب البحوش كانوا طلعوا قتلوا بالصبح وانتهى الموضوع فأنا هون في عندي شك حيث أنه في سبب تاني ما بيخلي البحوش تطلع صباحا غير أنه هنين بيطلعوا بالليلة حتى ما يخلوا العالم تطلع الآن النظرية يعني بيجي منها بس بنفس الوقت ناقصة فيه فيه ناقص واضح لأنه برجع بقالك لو هنين عندهم قدرة يطلعوا الصباح طب ما يطلعوا هلأ ويقلوا كل الشخصيات انتهى الموضوع صلى الله وبرك ليش يستنوا لحتى الشخصيات تطلع بالليلة تدور على مخرج ويقلوا طب ما أنتو تطلوهم الصباح انتهى الموضوع ففيه شكوك حول هاي النقطة اوكي اروح لنظريات سريعة جدا احد الاشخاص قال انه نظريتي انه الشجرة تعتمد على الملابس او الاشياء مثل فيكتور انه أعطى تابثة حقيبة قبل ما تدخل على الشجرة يعني اوكي ممكن تكون طرق او تكون شيء من الطريقة الكبرى بس انه هاي الموضوع فقط تعتمد على هاي القصة ما اتوقع يعني انه انت رح تطلع من مدينة محتاج يكون معك شيء اتوقع شيء رح يكون محبوك اكتر او رح يكون اه عميق او فيه عمق اكتر من هيك الحبكة لازم تكون معقدة اكتر من انه خد شغلي وطلع ما اتوقع بصراحة اوكي ايوب عبيقول هل ملا ممكن انه تكون طريقة الخروج الوحيدة من البلدة في الليل اه اوكي لهذا تخرج وحوش في الليل حكينا هذا الموضوع قبل شوية اوكي رد اخر عبيقول انا اشوف شخصية فيكتور صار يرجع من موسم لموسم يعني كل موسم يتطور اه هي مين نظرية قد ما انه عبيقول لهم شخصية فيكتور عبتدخل بالاحداث اكتر 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 نعم هذا الكلام حكينا في مراجعة الحلقة السابقة والحلقة يلي قبلها انه نعم محور شخصية فيكتور بالوقت الحالي اصبح جدا مثيلة لاهتمام ومن افضل الاشياء يلي موجودة في مسلسل الفرام بالوقت الحالي وحرفية ملح المسلسل وبس والله يا جماعة طبعا فيه نظريات اكتبتنك بكتير موجودة في التعليقات بس ما حبيت انه نحن نبدأ السلسلة منذ ما يكون الكل عنده خبر بهذا الموضوع فاتمنى يا جماعة اللي عنده نظرية جدا قوية مبنية على ادلة ومشاهد من الحلقات اكتبوا لي تحت بالكوميتات او بعتوا لي رسالة على انستجرام ما في اي مشكلة ان شاء الله رح نشارك كل النظريات واكثر النظريات اثارة للاهتمام في حال كانت طبعا متى كاملة فالآن صار عندكم خبر شاركوا في هذا الموضوع وعملوا له اكيد شير مع محبين مسلسل فرام خلونا ناخده ناطي في هذا الموضوع بالمناسبة بالمناسبة لان داس اللي بده تقول انتوا ليش يعطيه مسلسل اكبر من اهتماء خلاص تفرجوا وانبسطوا يا جماعة بالاخر عالم المسلسلات هذا هذا جو المناقشات والاخذ والعطاء هو اللي بيعطي كريتز زيادة الى المسلسل واننحن فعلا نستمتع فيه لا اكتر والاقل يعني بس لحتى نمبسط ليش بدك يعني ما امبسط يعني معرفة ليش بدك يعني ما امبسط دا امبسط والله المهم اكتبوا لي نضيطكم تحت للكومنتات لاتسو اللايك والاشتراك حلو حبيت وقت الفيديو قليل مو مو كتير طويب دي اشتركوا في القناة